نذهب إلى جدة ينضم إلينا من جدة دكتور هشام ماروعد واللجنة القانونية في الاتلاف الوطني السوري مساء الخير دكتور هشام أيضا معي من باريس مدير مرصد الدول العربية دكتور أنتوان باسبوس أنا أسفا قططع وقتنا إلى حد ما ضيوفي الكرام لكن أهلا بكم بكل أحوال بدي أسمع منك دكتور هشام رد على الرأي اللي سمعناه أن ربما لو لم تعترف الولايات المتحدة بهذه السيادة الإيرانيون وحزب الله والنظام سيصلون إلى الحدود الأردنية بحسب رأي سمعناه في بداية هذه الحلقة وأن هذه خدمة لمعارضين نظام بما يتعلق بضم الجولان ما رأيك؟ مساء الخير لك ولي الجمهور العربية جمهور الحدث ولي ضيفنا من باريس الواقع هذا الأمر فعلا مثير للضحك كما يقال في اللغة العربية عذر أقبح من ذنب يعني الجولان أرض محتلة واحتلالها ثابت بقرارات أممية القرار 1242 صادر عن مجلس الأمن 338 صادر عن مجلس الأمن القرار 1497 لعام 1881 الرافض لضم الجولان الذي اتخذته إسرائيل في ذلك الوقت في 14-12-81 اتخذت إسرائيل قرارا بضم مرتفعة الجولان جاء قرار المجلس الأمن بإجمع أعضاء مجلس الأمن على رفض هذه الخطوة واعتبارها استفزازا وتأكد هذا القرار بقرار صادر أيضا عن مجلس الأمن عام 2018 بـ 30-11-2018 إذن نحن أمام تجاهل حقيقي للقانون الدولي وفعلا عدم احترام للقانون الدولي ولا يمكن أن يكون ولا بالشكل من الأشكال ولا يمكن أن يكون وجود الأسد أو وجود إيران أو تهديد مباشر لأمن وطني أو أمن قومي سوري أو حتى حالة استبداد مبررا لأن تقطع أراضي من دولة معينة تتبع لهذه الدولة هذا أمر مرفوض في القانون الدولي وهو يعبر حقيقة عن تشجيع لحالة الاحتلال خصوصا إذا تذكرنا وبسرعة المبسوغات التي ساقها ترامب في حديثه أن هناك أمن قومي وأن هناك خطر استراتيجي أو حاجة استراتيجية لإسرائيل في ضمن مرتفعة كل هذه المبررات لا تمكن أن تكون سببا مقبولا لتبرير ضم الجولان أو انتهاك القانون الدولي وهذه نقطة مهمة أن تقولها إلى دكتور بصبوس فيما يتعلق بقيمة ما سمعناه اليوم من البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يتفقون بأن القرار لا يغير شيئا من وضع الجولان المحتل لكن ما قيمته إذن؟ في الواقع ما حزس اليوم هو استمرار لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الرئيس ترامب منذ وصوله إلى السلطة ومن خلالها اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وهذه الخطوة خطوة مهمة بالنسبة للاستراتيجية في المنطقة ولكنها غير معترف بها دوليا وغير قانونية والرئيس ترامب فيما فعله اليوم يناقض جميع زملائه الذين سبقوه إلى البيت الأبيض والذين حاولوا على الأقل تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وسوريا ولم يعترفوا حتى الآن بالجولان كجزء من دولة إسرائيل ولذلك سألتك ما قيمتها هناك انحياز تام قيمتها الفعلية مهمة جدا لأنه عندما تعترف أمريكا بشيء ما يعني يأتي من بعده كثير من الاحتجاجات ولكن الاحتجاجات تبقى غير فاعلية غير فاعلة القانون الدولي ليس لا مع ترامب ولا مع نتنياه ولا مع إسرائيل ولكن الواقع الدولي واليوم نحن مر على الجولان كمحتل من قبل إسرائيل 52 عاما والموقف الدولي الذي لا يعترف بذلك لم يغير من واقع الاحتلال اليوم الخطوة الأمريكية تعزز ورقة إسرائيل في التفاوض مستقبلا وفي الضم يعني هناك ديناميكية منذ البداية سياسات أمر واقع تدعمها أمريكا والتصبح في المستقبل أمور لا يتراجع عنها والخوف في المستقبل هو على الضفة وما يلي ذلك من خوف على جيران كل الأراضي التي احتلت عام 67 دكتور هشامر وأعود إليك لأسألك إلى أي مدى تتخوفون أن يكون قرار من هذا النوع تمهيد لمواجهة مباشرة إسرائيلية إيرانية على الأرض السورية؟ مواجهة الإيرانية الأمريكية أو الإيرانية الإسرائيلة على أرض السورية بدأت لا مواجهة ليس ضربة ورد فعل عليها أنا أتحدث عن حرب حرب مواجهة يعني أن نقول أن إيران ستواجه إسرائيل في مرتفعات الجولان بعد أن سكتت عن هجومها المباشر أكثر من مرة على قواعدها العسكرية في قلب سوريا هذا الحقيقة الأمر قد يكون مستبعدا في تقديري على الأقل لكن اسمحي لي أن أؤكد بشكل مباشر موقف قوة الثورة والمعارضة من هذه الخطوة قوة الثورة والمعارضة تمسك بالجولان أرض سورية محتلة وتطالب بعودتها إلى السيادة السورية هذا أمر لا خلافة عليه كما تعلمين الأرض ملكية قومية ملكية للأجيال ولا يمكن لأي جير من هذه الأجيال أن يتحكم فيها بأن يتنازل عنها أو أن يمنحها أو يعطيها هذه القضية قضية تمس الأمن القومي السوري ولا يمكن بشكل أو بآخر أن يكون هناك عليها أي مساوبة نعم دكتور بصبوس أنا عندي وقتي دقيقة ونصف أعتذر من جديد لأنه تلخص وقتنا بسبب التغطيات المباشرة بس أسألك إن كان هذا القرار سيضاعف أكثر من وضع المجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة ينهيها كما ربما ينهي عملية السلام بالنسبة لمجلس الأمن الدولي يأخذ قرارات والجمعية العامة تأخذ قرارات ولكن التنفيذ يبقى بعيدا ما أعتقد اليوم أن الرئيس ترامب أراد أن يقترع لمصلحة نتنياهو على أمل أن يقترع نتنياهو واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لترامب بعد سنة من الآن فيكون الأول ساهم في انتخاب نتنياهو ونتنياهو يرد الجميل في المرحلة لاحقة أعتقد أن هناك حلف قوي جدا بين ترامب والإنجليين في الولايات المتحدة مع نتنياهو والليكوذ واليميل المتطرف في إسرائيل أشكركم شكرا جزيلا دكتور أنتوان بسبوس من باريس كما أشكر أيضا شكرا جزيلا دكتور هشام مروى من جدة شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا